على صعيد متصل يشيع الوسط الإعلامي بعد غد الجمعة جثمان الصحفي محمد العبسي حيث سيتم دفنه في مقبرة الكرامة بسواد حنش عقب الصلاة عليه في جامع التقوى بشارع القاهرة وقالت نقابة الصحفيين عملية دفن الجثمان تأتي بعد تشريح واستكمال الإجراءات الخاصة بنقل عينة من أجزاء الجسم المختلفة إلى عمان حيث سيتم فحص العينات في مركز الأدلة الجرمية الأردنية لمعرفة أسباب الوفاة وكان الصحفي العبسي قد توفي قبل ثلاثة أسابيع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع وسط ظروف غامضة